رح أخبركم اليوم عن مبادرة طاولة مبادرة أو فريق عم يعمل اجتماعات خلينا نقول بشكل دائم عم يطرحوا مواضيع مهمة عم يتناقشوا بملفات يمكن ما كتير تعودوا الشباب يتناقشوا فيها هل هنم مشابكين مع وزارات أو مع جهات هل هاي الملفات والمواضيع التي تناقش بيكون إلى أثر أم عم تكون نوع من التحريض اللي عم بيصير للشباب للمشاركة سواء كان بتغيير بعض المفاهيم بعض الأمور أو حتى بصنع المشاركة في صنع القرار إذا كنا نستطيع أن نقول ذلك خاصة أن الطاولة عم يفتح عليها مواضيع مختلفة بعضها يعتبر شائك أو محزور نوعا ما من النقاش عن شو عم ينحكى وكيف عم ينحكى والهدف من هذا الموضوع يحدثنا عنه منسق العام لمبادرة طاولة أو فريق طاولة أنس بدوي أهلا وسهلا فيك أنس سلامات أهلا وسهلا شكرا حكي لنا عن طاولة أوكي أولا شكرا على هذه المقدمة بالفعل طاولة هي محاولة لخلق مساحة حوار في الداخل السوري عم نشتغل بشكل أساسي افتراضيا بدأت بشباط عشرين عشرين يعني عمرنا أكثر من سين ونصب شوي وحيصر لنا سنتين كمحاولة مثل ما قلت لك أنه تولد نموذج لمبادرات شبابية قادرة على الانخراط بقضايا الشأن العام كيف طلعت الفكرة وأدي بتشوف أنه نحنا اليوم عاملين طاولات على الفيسبوك بس للأسف ما عم تكون الاجتماعات فيها ظريفة بدأت الفكرة بالبداية كنت منسق لمنتدى اسمه جسد بلش من نهاية 2018 بيحكي من اسمه جسد ثلاث محاول جنس سياسي دين كنا نقعد جسد بمقهى الكمال ناحل فور سيزنز عقدنا عشرين جسد ونتيجة نشاطي بالمجتمع المدني عندي وصول لمعظم الشباب يعني أو كتير شباب عفواً بمعظم المحافظات فكان دائماً في مطالبات أنه يكون في جسد بباقي المحافظات هلأ كونه جسد غير مرخص فكان في إشكالية أنه ينتقل غير محافظات يعني بتعرف هل هو كان بالشام نظامي؟ لا كمان بس هي تعرف كفي مفاتيح يعني الكمال سقف عالي سقف عمرانياً يعني والشباب يعني نعرفه أنه هيك دائماً من الروادة فصارت القصة أنه خلاص يعني وصلت يعني وصلنا لآخر مرة بجسد اجتمعنا بجسد عشرين ستا وتلاتين حدا يعني طاولة كتير كبيرة كانت واخترنا الكمال لأنه كان رخيص يعني كرمان الناس ما تدفع مصاري كرمال تحكي وكرمان شجع أنه النساء يفوتوا على هذا المقهى صار؟ طبعاً 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 حتى اليوم صار يعني في حمام بالسيدات بالكمال ومن هون إجت الفكرة أنه لا إذن تنتقل فكرة الحوار وقفت جسد وأصلاً جسد هو فكرة وطاولة هي فكرة يعني ما لبس محصورة بمجموعة من الأفراد أو الأفكار لا حتى تكون افتراضياً وبلشنا نشتغل على ثلاث أدوات أساسية اللي هي التدوين نشجع على ثقافة التدوين وفق المواضيع اللي بنحكي فيها جنسية، نسوية، سياسية، دينية أخدو عطامائلة هنالك وليس الغرض أنه نحكي فيهم من باب يعني كسر الخطوط الحمراء لهم هدول التبوهات من أي باب؟ عطيني هدفكم مئة بالمئة الفكرة الأساسية أنه موروثنا حتى بالإمثال الشعبية بثقافتنا المنزلية والمدرسية دائماً محظور الحديث في هذه المواضيع كون تعتبر أنها تفرق ما بين السوريين يعني حتى اليوم إذا تعالي، بتحكي عن الدين والسياسة مئة بالمئة كل الدول العربية هدول نفسهم مئة بالمئة أي ووردشوب تروح بتحضرها أو تريني بتلاقي ضمن الشرعة أنه عدم الحديث يعني مو بس بين السوريين في كتير دول ما بيحكوا هاي الحديثة أوكي ليه نحن منروح مندور؟ وين الشيء الممنوع يحكى فيه ونحكي فيه؟ سؤال مهم جداً مهم هي مو ستندور هي القصة أنه نحن نرى أو نؤمن بأن هذه المواضيع فيها الكثير من الممكنات اللي نحن متجاهلين لأنه ما منحكي فيها مين نحن؟ نحن بطاولة بطاولة؟ نعم وعشرات الناشطين بالمجتمع المدني وفي الشأن العام يؤمنون بذلك ولهيك اليوم لا ما نحط هذه المواضيع على الطاولة لأنه اليوم إذا نرجع لـ 2014 بين السوريين دائماً كان في عنا عدم معرفة ببعضنا سواء دينياً أو سياسياً يعني الحارة الفلانية بيجوا لعندهم حدا من طرف تالي بيقولون الحارة اللي قابلكون جايين لعندكم لأنه انتوا بتصلوا ومدربانوا طريقة علماً لا هدوا اللي بيصلوا ولا هدوا اللي بيصلوا بهذه الطريقة ولكن نحن ما عنا معرفة بهذا الموضوع ولذلك كان سهل نلعب على هال مئة بالمئة ونشر الشائعات ولذلك بدأ جسد بـ 2014 من قبل مجموعة من الناشطين للأصدقاء وكان عم يحكي بهذه المواضيع أنه أخي في هذا الشخص صديقنا من الطائفة الفلانية الطائفة الفلانية تعال حكي لنا عن الطائفة ماذا تفعلوا؟ ما هي عقيدتكم؟ ما هي الممارسات الدينية التي تقومون بها؟ بتشوف أنه هيك بتبدأ الأمور تتصحح؟ طبعاً طبعاً لأنه قبل التقبل الذي ننادي به نحن بحاجة إلى المعرفة يعني نحن بحاجة تعمل بعض من مسؤول أنه نحن ما منعرف بعض؟ وفي موضوع حكيته أنا أنه نحن اليوم ما منعرف قرانا ما منعرف تركيب التركيب السكانية ما منعرف عادات وتقاليد بعض مئة بالمئة مثل ما قلت أوقات من حارة لحارة ممكن يعني الآخر هو كتير قريب جغرافياً أوقات بيكون صحيح بس كتير بعيد معرفياً عننا صحيح مئة بالمئة من هو المسؤول؟ في مجموعة من السياقات المختلفة التي تتفاعل مع بعضها وتتحمل هذه المسؤولية انطلاقاً من المنظومة الأبوية التي نحن أصلاً عايشينها من الأسرة ولا بالمدرسة وفكرة المدير وفكرة الموجه هذه الفكرة التي تحتمل دوماً السلطوية السلطوية نعم أو البطرياركية وهذا الشيء سائد يعني سواء على الأطفال سواء على النساء سواء على أي فئات مؤمشة فهذه المنظومة بحد ذاتها لا تعترف أصلاً يعني هذا الحكي موهلة منذ عشرات السنين لا تعترف بوجود مجتمع مدني ولا تعترف بوجود مساحات منخريطة في الشأن العام إلا الحكومة وبالتالي أنت في عندك تضييق بهذه المساحات فما فيك تحكي يعني ومدك تحكي هذه رقم واحد رقم اثنين ما في بيئة قانونية داعمة يعني بدك قانون لحتى يحميك وأنا اليوم مثلاً كطور ميني كيف بنحمى يعني شو القانون اللي بيحميني لا يوجد حتى بجسد روح بدي روح على الأوقاف ولا بدي روح على وزارة الثقافة ولا وين بدي روح في عنا مشكلة هون حتى أصلاً بالوصول للمعلومات والنقطة الثالثة اللي هي يكون في شراكة يعني عدم وجود شراكة بصناع هذا القرار وأنه يكون للمجتمع المدني أو للناشطين دور دور في وضع هذه السياسات والتأثير في السياسات بيعمل إشكالية يمكن لهيك المتنفس الوحيد اللي كان عنا عن موضوع المعرفة ببعض هو الدراما أو الفن يمكن هذا الجزء الوحيد اللي كان ممكن الناس تحكي فيه أي موضوع من يسمى تابو فيما عدا المنتديات والفراق وغير ذلك يعني أو حتى هذا كان قليل كتير دوره كتير صغير دوره كتير صغير ومو هذا الدور المأمول على الإطلاق يعني يعني تقصد اللي بينطبق على المجتمع المدني أو الحركات المدنية بينطبق أيضا على الفن والدراما ما هو جزء بطريقة أو بأخرى هو جزء ما قدروا اخترقوا بقصد طبعا ما قدروا اخترقوا لا 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 أبدا يوجد هايمنة أكيد وحتى المصطلح اللي كنا نقوله إنه إنه قبل الحرب قبل 2011 كنا ما منعرف ما منعرف جارنا من طائية طائفة هذا مو مصطلح إيجابي يعني إذا بتصفن بعمقه هو مصطلح سلبي ليش لأنه هو مخبي يعني أنه في إشكالية ليش هو مخبي لا لا بجوز من باب أنه أنت لا يعنيك الموضوع لأنه ليس من أولوياتك ولا بيغير حكمك على الآخر أو على جارك فمن هذا الباب عظيم بتصور هو إيجابي لو لو كلامك صحيح كان ما حدث الانفجار الذي حدث لو كلامك وبنفس الوقت لو كلامي منه صحيح كان الانفجار كان أكبر بكتير كتير يعني لو استطاعوا اللعب على الأمور الطائفية فعلا نحنا كنا بمكان تاني لا شك وبتصور أنه حافظ السوريين على جزء كبير من استقرار بعض المناطق لأنه في هذا الوعي مليار بالمئة مليار بالمئة وهون برجع بقول لك يوجد دور كبير للمجتمع المدني بهذا الموضوع الحكومة يلعب الدور الكبير يعني طب نحنا أناس عم نحكي عن معلومات بالجنس وبالسياسي طيب لأ قللك تعال نحكيه بشكل أوسع ومن السماعي حوالي عشر دقائق لهذا الحوار وإذا في حدا من اللي شاركه بطاولة أو عنده رأي عن طرح هذه المواضيع وأين يجب أن تطرح بتمنى يتواصل معنا على الرقم الأرضي أربعة أربعة ستة أربعة ثلاث صفار أناس نحنا في كتير سوريين ما بيعرفوا شيء عن تاريخ سوريا المعاصر أوكي لا بالسياسة ولا بالمجتمع ولا كيف كانوا السوريين عايشين بالخمسينات أو الأربعينات أو الستينات ما بيعرفوا هاي الأمور أوكي مين مسؤول أنه نعرف يعني تعرف بلدك بتاريخه القريب على الأقل آها من المسؤول مو نحنا عنا بطاولة من المسؤول بشكل عام بشكل عام نحنا ما بنعرف لم نعرف كتير عن تاريخنا المعاصر ما بنعرف حتى ما بتذكر أنه درسنا هذا الموضوع في المدارس إلا بجزء يسير من ضمن التاريخ مادة كاملة يعني فيما أنا بحاجة أعرف تاريخ بلدي أكثر مية بالمية مية بالمية الآن اللي عم تحكيه هو صراحة وجع حقيقي أنا عانيت منه شخصيا يعني أنا من لما انخرطت بالشأن العام بنهاية 2016 وأنا أبحث عن أكاديمية تعرفني عن ما تقول ولم أجد بالفعل لم أجد على من يقع اللوم برجع بإلاك على الكل منظومة متكاملة يعني انطلاقا بالفرد وليس انتهاءا بالحكومة يعني اليوم لأنه حتى إذا بتحكي عن الأهل أهلي 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 كم ديقلك يعني أوقات أنت ممكن تسأل أهلك يعني مثلا بعمر معين ممكن أي حدا يسأل أهله أهله ما عندهم جواب يعني ممكن يسألوا موضوع ديني ما يعرف يجاوبوا أو يجاوبوا جواب غلط أو خايفين يجاوبوا أو خايف يجاوبوا ممكن يسألوا موضوع سياسي كون نفس الموضوع مية بالمية لما منحكي جنس أوقات ممكن يعني لما منقول خلي علاقة بين الولاد والأهل يقدروا يسألوا بس أوقات الأهل ما بيكون عندهم جواب لأنه هنن ما عندهم المعلومة أصلا ليش ما عندهم المعلومة؟ ما حدا قدمهم إياها طيب معناته منرجع عندك الأهل وعندك عدم وجود إرادة عند الأهل أصلا أنهن يستخصوا عن هذه المعلومة سواء خوفا أو سواء جهلا الثنين أسوأ من بعض علما أنه خوفا أنا عندي كثير تحفظ عليها لأنه أنا إذا بدنا نحكي عن طاولة أنا اليوم مصر على أنه طاولة هي مشروع هامشي من مشاريعي بالحياة تطوعية بحثة ولم نتلقى أي دعم إلى اليوم وليش عم بشتغل بطاولة؟ ما نسقتوا مع ولا جهة؟ لم ننسق مع ولا جهة طيب ما خفتوا أنه هاي المواضيع اللي عم تحكوا فيها بالعلن وأمام الناس وإماكن عامة يجي حدا يقلكن أنت شو ترخيصك؟ كيف مسموح لقلك تحكي؟ مع مين أخدت إذن مين؟ ما لي ما لي مخالف ولا قانون ولا مادة دستورية أنا بهذا الحديث عم تخالف قوانين مجتمعية وأعرف مجتمعية عم تدور يعني كمان عندكن مشكلة أنه بتروحوا بالدور وين الموضوع يلي بيعمل جدال و بتحكوا فيه يعني هلأ حدا عم يسمعك بيقول لك يا أخي تركتوا كل مواضيع الحياة و سميت لي جسد جنس وسياسة ودين يعني رحت نقيت المواضيع يلي بتصير الجدل وحكيت فيها ما عنا قضايا تانية؟ أوكي لدينا الكثير من القضايا لا شك أولا القضايا اللي عم نحكي فيها أو القضايا التانية ما زلنا نحكي فيها لم تقتصر القضايا اللي أنه نحكي بس على الجنس والسياسة ودينها هي رقم واحد رقم اثنين نحن نؤمن بأنه مو كل عرف سائد هو المسار الصحيح يعني أنا اليوم أهلي على الصعيد الجنسي أو القضايا الجنسية ما علموني وما ثقفوني جنسيا وهذا الشيء ما بحط اللوم عليه فقط بحط اللوم على أهلي بحط اللوم على المدارس اللي أصلا نحن ما عنا مناهج تثقيف جنسي شامل موجودة في المدرسة بيجي أحدا بيقول لي نحن ما بدنا تثقيف جنسي شامل تثقيف جنسي شامل هو ليس الإباحية على الأطلاق هو كيف أن يتعرف الطفل على جسده باختصار وبالتالي نحن نؤمن من حق الطفل أنه يتعرف على هذا الشيء من أجل تنشئة جنسية سليمة هاي رقم واحد رقم اثنين مما يتعلق بالأمور النسوية فالأمور النسوية هي بحد ذاتها يعني موضوع جدلي وشائك ويجب أن يطرح على الطاول إلى أنه اليوم إذا بدك تقل لي أنه قضايا النساء وقضايا المرأة خلاص حكينا فيها كثير العنف ما زال موجود وحملة حملات 16 يوم التي قد تكون أصبحت مبتذلة أو أصبحت مكررة أو أصبحت سميها ما شئت أنا بوافقك رائمية بالمئة ولكن العنف ما زال موجود يمكن من أسرة أنا ما ألتك عمي لي بوافقك رائمية أنا ما أعطيت رائمية هذا بشكل عام للمستمع لأنه كثير من الناس بيستهجنوا اليوم حملات المدنية رح تابع معك لسه في عندك نقطة ثالثة بس خليني ما نضطر هاشم تفضل يعطيك العافية هاشم تفضل من مين من فريق طولي صارت بوقتة من حملات ممكن تعرفية عن المرشحين شفت نواحي دينية كمان كتير لفت وانتباع عليها بطريقة كتير احترافية يعني أنت أنت تشجع هذا النوع من الحوار بالعاكس أنا بشجعه كتير بالعاكس فتحلنا مجال نحن للشباب أنه نحكي شوية أنه نعبر عن رأينا عملونا ممكن شوية بس لايب كان على الفيسبوك على الفيسبوك أنه تمام أنه مناقشة ونحكي بيانة انتخابي كان شيء كتير مشجع صحيح تحاربنا ممكن من ناحية سياسية ووقفنا بمنحة معينة أنه ما عارفين كافينا بس كتير شكرا لطاولة أنه دعمتنا في هذه الفترة شكرا لألك شكرا يا هاشم شكرا جزيلا تابع أناسة وصمحت هاي حملة عملناها وقت انتخابات مجلس الشعب للتعريف بالمرشحين وبرامجون الانتخابية وقتها كان فيه يعني الناس حبت لأنه نحنا نسمع بالمرشحين بس ما مناعرف شي عنهم ولا يخبرونا شو بدون يعملوا صحيح صحيح حكينا عن موضوع الأهل ومشكلة والثقافة الجنسية حكيت لي عن موضوع المدارس صحيح وعمركي هلا كنت دينيا وسياسيا هاي المواضيع نحن يعني مثلا دينيا انت كيف فيك تحكي مواضيع دينية وهي مواضيع المختصين اليوم عندك مجلس فقهي عندك وزارة أوقاف عندك ناس مختصة هايك يترك الدين لا يناقشوا العام يعني عادي هلا هو أكيد عادي هي رقم واحد عمل لك هي النقطة انه حق الوصول للمعلومات هذا ما لهم فعل عن الناس وفي مشروع قانون والسماء يعني محطوط بالدرج دينيا سياسيا نحن نؤمن بانه الخوف الذي يعني او هاجس الهواجس عند الناس هي أكبر مما هي في الحقيقة يعني الحيطان إلى أدان ووط صوتك وهذه المصطلحات وهذا عباد نحن نؤمن أنه تشكلت نتيجة يعني مواقف معينة وسادت كعرف بين الناس يعني أنا اليوم أهلي إلى اليوم رغم نشاطي و بنزل على على الفيسبوك شي خاصة بالانتخابات هلأ لليوم ما بدأ إلي بتلي لو سمحت محي البوست خفع ليك أنا أكيد ما بمحي ليش لأنه أنا بس الفكرة أنه أنا أشجع مو لأنه أنا بدي أكسر الخطوط ولست بطلا على الإطلاق ولكن هذا حقي أنا لم أخالف دستوريا وهذا الشي صار أكتر شي وقت انتخابات انتخابات الرئاسية عملنا حملة التوعية بقانون الانتخابات ونزلت بوست أنا وقتها على صفحتي الشخصية ماذا خلطاولي على التجاوزات اللي صارت ببعض المراكز وهذا لا يعني أنه أنا أخذ موقف سياسي معين أنا عم بحكي قانونية من منطلق قانوني هاي الثقافة التي نشجع عليها أن نصل إلى القانون وأن نتعرف على دستورنا يلي احنا منفكر أنه الدستور هو كتير بعيد أنه أقرب ما يكون إلى ممارساتنا اليومية بالمناسبة ومعظم مطالبنا اللي منحكي فيها هي مطالب دستورية ومسكورة في الدستور وينص عليها الدستور مليار بالمئة يعني حتى أحد الناشطين مجموعة من الناشطين وقت انتخابات الرئاسية اللي من وين عم تجيبوا المعلومات من الدستور من القانون من القانون أبو مازن أبو مازن فضل إيش هاد مساكل مساكل فضل أبو مازن أنا عم يقول يعني نطالح حلوة كثير بس أنا بغاية يكون معه مقهار بكل شي دين يعني ومو بتواحد يعني يكون أكتر من رأي عن أماه على الطاولة يعني عصر يعني أنت بتشجع هذا الحوار ولكن أن يكون بوجود متخصصين نعم نعم يكون عنده فقارة مثل أثلاتة بالدين طب تعني سألك شي أبو مازن دايما نحن لما نحكي بالدين لازم نسمع مشايخ ورجال دين لازم يعني ألي حق لإلي كشخص أن أتحدث عن ديني بدون أن يكون هناك شيخ أو رجل دين هو اللي عم يحكي عني ما بيحق اللي يتناقش بأمور دي بمن إمكانياتي ما بجوز أنا أنا كتب أنا مني عم علم دين ومني عم بنشر دعوة وأنا عم بتحدث عن ديني عم شارك تجربة معينة هل شرط دائما أن يكون في أني ليش دائما لازم يكون في حدا عم يحكي عني مشاي إذا ما بنعرف حسرا بالدين إذا ما بنعرف ما لازم نخوض فيه أبنا الشيء اللي بنعرف مقدر بنحكي فيه أما الشيء ما بنعرفه ولا عياذ رب الله ما بصير بصير اسم خائضين يعني هاي القرآني وهنا تخوضوا مع الخائضين طيب أبو مازن أنت الشيخة ثانية بدي منه كمان بدي أنا كمان نشارك الحكومة بقرارات بأراء نعطيهم أراء يعني كمان أن يكون في أثر لهذه الحوارات ما تكون بس حوارات انتهت لا لا أنا بدي شارك الحكومة بكل شيء ويجب أن أخذوا لأي أول مرة وتاني مرة بدني أرفع صوت فيه وعليه بدك بدكية شاركك يعني أبو مازن أنا عمل لك يعني مثلا نحنا بأزمة كهرباء وبأزمة مازود ايه أنا أنا عندي دولة فريقة وهو عضو مجلس أم الدولي ايه حولة مصعية نعم نعم كل نصر عاجب لباقيات مازود وباقيات غل وباقيات منزي بتعلقنا بالكهرباء وهذا العرض بتعرضوه على لبنان إنه من شي شيء أقل مشار إنه من هنا نعمل بس أكتبوا العقد بيننا وبينكم ومن تاريخ توقيع العقد نعملكم طيب طلعنا شوية عن موضوعنا أبو مازن أنا قبل ما أختم معك بدي أسألك إذا تحدثت معك عن الأمور بس الدينية يلي ممكن تناقش كان عم يحكي أناس فكرة إنه اليوم نحنا ما بنعرف عن بعض كعادات كتقاليد كأمور هل بتحس إنه إذا اليوم ابنك أو بنتك سألتك عن طايفة تانية عن طقص يمارس في مجتمع بتقدر تجاوبه أو ما عندك معلومات وليش ما عندك معلومات بيكون قد يكون عندي معلومات إما إذا ما عندي معلومات أقول له بابا هدون أخواني بالوطن وأنا عايز بم قوانين هذا الوطن وأبلان بقوانين ودستور هذا الوطن قوانين ودستور هذا الوطن بيمنعك تتعرف على شريكك في الوطن بكل تفاصيل حياته؟ لا ما بيمنعني بالعكس فإذن ليش ما بتعرف؟ ليش ما بتعرف؟ لا فينا فينا ما بخبرك في طواف مغلقة ما رتخليك تعرف طواف تاني لا كل شيء يصبح خود عنه موجود حتى وعند نسبوق الكتب وكل شيء شكرا 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 يا أبو مازن شكرا حلو حديث أبو مازن جدا أبو مازن قال لك في مجتمعات في طواف في ناس عندها خصوصية ما فيني أنا أقتحم هاي الخصوصية وقال لك أنا لما ما بعرف قول هو مواطن مثلي مثله أخي بالوطن ما في داعي يكون أكتر من هيك ليش لازم نفوت على خصوصيات العالم ونفوت على تفاصيل العلاقة بالعبادة أو لحتى نقوله نحنا عم نحكي بحرية لا لا هي مو للغاية أبدا نقول نحنا عم نحكي بحرية أولا نحنا مو هدفنا اختراق هذه الخصوصية يعني لما نحنا حكينا مع حدا من الطائفة الفلانية طبعا ما نشرنا على موقع التواصل الاجتماعي وما إلى هنالك كرمال ما يعني متل ما أتنخترق هذه الخصوصية وإنما بجلسات حوار مغلقة كان غايتنا الأساسية بالفعل كما سماهم الصلاح عن شركاء في الوطن أن نتعرف يعني لا أعتقد أنه من المنطقي أن نسير بأي رحلة مهما كانت قصيرة بدون بناء ثقة مشتركة بيناتنا وهذه الثقة لا تنشأ إلا من خلال أول شغل الحوار والتعرف يعني أنا لا أؤمن بأي مكان عمل بأي نشاط أو بأي تدريب أو أي ورشة أنا عم بشغل فيها أن يكون دوري مقتصرا على هذه المعلومة دائماً في شيء اسمه بحاول بعد عن كلام المنظمات والمجتمع ما ديشام ما بيّن مقولة كسر جليد وما إله هنالك هاي بمعنى إذا هي هي اسمها كسر جليد ولكن هي بالفعل كرمال أن نبني ثقة مشتركة قال لك أبو مازن أنه أنا مع هاي الأمور بس مثلاً لما بدكت حكي بالدين خليه يكون عندك ناس متخصصة أوكي أولاً لم نتدعي بولا محطة من محطاتنا أننا نقدم معلومة إلا من خلال الحملات اللي كنا عم نشتغلها وهنا بدنا نفرق من المعلومات يعني المعلومات الدينية أولاً خليني أول إلك نحن نطرح آراء هناك فرق بين الرأي والمعلومة يعني يمكن واحد يعطي رأيه على المعلومة أصلاً بس رأيه ممكن يكون خاطئ لأنه مبني على معلومة خاطئة فما بده حدا عارف يصلح له أوكي هاي دور الجامعة مو دور طاولة لا دور طاولة لما بكون تفاتح مجال لحوار ونقاش حول موضوع معين أنه يكون الشخص اللي عم يناقش عارف عم يناقش وين عم يناقش الموضوع اللي عم يحكي فيه يعني أنا بطلع بحكي بناقش بالدين أوكي وأنا ما عندي معلومات حقيقية كافية أنا ما ناقشت أنا كأنس لما بنفتح حوار ديني بيكون في حدا خبير متخصص أو على القليلة ينتمي إلى هذه الطائفة أو الديانة أكيد مو أنا بحكي عنه هاي رقم واحد بده يحكي رأيه يحق له أن يحكي رأيه ونحن أغلب ما ننشره هو رأي وليس معلومة يعني هاي نقطة كتير مهمة بس أنت عم تنشر الرأي والرأي لازم يكون يعني أوقات الناس تاخد الرأي على أساس أنه معلومة أي معلومة الدينية المعلومة الدينية يعني ما أعرف كيف أدي أصف لك إياها ولكن بدنا نفرق بين المعلومات المعلومات الاقتصادية المعلومات الحقوقية بالنسبة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعلومات القانونية وفقا لقوانين البلاد تختلف تماما عن المعلومات الدينية أو التاريخية يلي هناك عشرات الروايات التي تكذبها وباللوك التاريخ يكتبوا الأقوى بالنهاية حتى إذا بدك تحكي قبل شوي لما قد عم تحكي تاريخ سوريا المعاصر مذكرات عديدة لسياسيين عديدين تنقض الكثير مما نحن بالنسبة إلينا هو معلومة وبيقولوا أنه هذا مغروض فهذا السياق ما بعرف شو نوع المعلومة بنسميها بالضبط ولكن ما فيني أدمه أصلا كمعلومة طيب اليوم طاولة عم تفتحين نقاشات افتراضيا صحيح هل ممكن تطلبوا ترخيص تسعوا لا تكونوا تتحولوا من مجرد مجموعة أو فريق عام يناقش مواضيع بيشوفها مهمة وأساسية ولازم الحديث عنها لا شيء كمنتدى مرخص من وزارة تشرف عليجها أم هذا الوضع الحالي سيستمر هذا الوضع الحالي يضمن المرونة للأمانة ولكن في حال وجود ترخيص لا يقيد ما نتحدث به الآن ما كنا نتحدث به فأنا ما لي ضد نهائية يعني بالعكس أنا بحب أشتغل وفق القانون أنتو عنكم صفحة على الفيسبوك اللي حابيني ينضمه للكم؟ طبعاً عنا موقع وعنا صفحة على الفيسبوك وصفحة على انستغرام شكراً للمعلومات اللي قدمت لنا هاليوم عن طاولة أناس أنا مع الحوار دائماً نعم بطاولة ووقوفاً وبأي مكان الحوار يعني كنا دائماً والجسد وطاولة يجب أن يكونوا في كل مقهى في كل محافظة في سوريا مو بكمال أو على صفحة ولا أو مو بس على الأونلاين بكل مكان الحوار أولاً وأخيراً لأنه هو الطريق نحو المعرفة الحقيقية شكراً جزيلاً لألك شكراً ضيفنا أنس بدوي منسق مبادرة طاولة شكراً لكم